في الحمد لله بقى التجارب ملهمة كده للدولة المصرية في أكتر من ملف وبتشوف بنصدر هذه التجارب للدول الصديقة وإزاي تم الاستفادة منها والتعاون معها هكلم حضراتكم عن هو هم بيوجه العالم كله قصة المخدرات والإدمان وإزاي تكشف عن المتعاطي وإزاي تعالج وقصة السرية وقصة إنه ما بقاش فيه نكسة أو ردة بعد العلاج صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة دكتورة نبين القباش وزيرة التضامن الاجتماعي وهي كمان رئيس مجلس دارة الصندوق استقبلوا وفد من منظمة الأمم المتحدة المعنية بالجريمة والمخدرات ده علشان يتم نقل التجربة المصرية ممثلة فيه الصندوق في علاج وتأهيل مرضى الإدمان وبرامج التوعية كمان اللي اتعاملت والتجربة دي هتنقل إن شاء الله لأشققنا في دولة العراق نفهم التفاصيل من دكتور عمرو أثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مساء الخير يا دكتور عمر مساء الخير يا فنم أهلا وسهلا يعني إحنا في البرنامج من ساعة إطلاق هذا الصندوق والشغل تابعنا مع حضراتكم يعني على طول بالشكل دوري حصاد الجهد على الأرض النهاردة بنشهد مع حضراتكم يعني نجاح يرقى إن إحنا نصدر هذه التجربة فكلمني عن ده وده معناه إيه بالنسبة لحضراتكم شكرا يا فندم وشكرا لإتمامك المتواصل بقضية مخدرات خيارتنا النهاردة استقبلنا وفد من الأمم المتحدة ممثل في نائب المدير الأقليم للأمم المتحدة المعني في المخدرات والجريمة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومدير مكتب الأمم المتحدة في العراق كان هذه الزيارة بتأتي بتوصية من المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المعني في المخدرات الدكتورة غدواني وبتكليف من وزير الخارجية العراقي للمدير مكتب الأمم المتحدة بالعراق ويمكن الهدف الأساس دي هو نقل الخبرة المصرية في مجال مكافحة الإدمان وعلاج مرضى الإدمان لدولة العراق وبنشوف إن احنا نقدر إزاي نساعد على مستوى الإصلاح الهيكلي لمؤسسات المعنية بمكافحة المخدرات من ناحية خفض الطلب على المخدرات وإزاي نقدر ننفذ برامج التوعية والاكتشاف المبكر والعلاج وإعادة التأهيل وإنشاء المراكز العلاجية بدولة العراق الشقيقة وإزاي إحنا نقدر يبقى فيه دمج مجتمعي لمرضى الإدمان بالعراق وأيضا إزاي إن احنا النهاردة يبقى فيه تطوير على مستوى البنية التشريعية الموجعة لمكافحة المخدرات داخل العراق تنادا إلى التجربة المصرية الرئيضة في هذا المجال هنا فعلا يعني حيثيات الاختيار أو ليه التوصية من قبل المكتب أم المتحدة ما حداك بتقول يعني كلمنا على تشريعات الجهد الميداني إيه اللي عرضتوه وتكلمتو فيه النجاح اللي حصل في الملف ده فبالتالي يعني جي الخبر بتاع النهاردة ده يا فاند الحقيقة يعني الجانب العراقي كان مهتم جدا بفكرة يعني إنشاء المراكز العلاجية وفكرة النهاردة إزاي يبقى فيه دمج مجتمعي لمرضى الإدمان مرة أخرى في نسيج المجتمع الطبيعي والنهاردة التجربة المصرية تقريبا إحنا عندنا 27 مركز علاجي نموذجي تم إنشاءهم وفقا للمعايير الدولية إذا أقول حضرك إن أول 8 شهور من هذا العام تقريبا إحنا تردد علينا ما يقرب من 38 ألف مريض إدمان تفادوا بخدمات علاج الإدمان لنفس الوقت كان عندهم اهتمام كبير جدا بفكرة الأبحاث والدراسات وإزاي إن هم يقدروا يطوروا السياسات الوطنية المعنية بمكافحة المخدرات كان الحقيقة يعني مكتب أم المتحدة معني بنقل رسم السياسات للجانب العراقي في هذا المجال وأيضا كبير اهتمام بشكل كبير جدا ببرامج التوعية والوقاية وإزاي إن يبقى فيه تنكين للشباب في مواجهة مشكلة المخدرات مصر عندها ربطة شبابية يعني مهمة جدا والحقيقة نموذج يعني بتهتمي بيه الأم المتحدة إن إحنا عندنا ما يقرب من 31 ألف شاب بيشتغل في مجال التوعية والوقاية شاب متطوع معنا على مستوى كافة محافظات الجميع طب إحنا هنصدر السياسة والبرامج واللي هيكون فيه عناصر برضو يعني العنصر البشر المصريين يعني اللي شغالين في البرنامج هيروحوا العراقي برضو نشرح نتكلم ندرب إيه منامح التعاون يعني هو طبعا كان فيه دعوة من جانب الأمم المتحدة للسندوق مكافحة وعلاج الإدمان إن إحنا نكون متواجدين مع يعني الجانب العراقي وفي ورش عمل بيشارك فيها الخبراء والتقنيين من جانب صندوق مكافحة وعلاج الإدمان علشان نبني الكوادر المعنية بهذا الملف في الجانب العراقي وفي نفس الوقت يبقى لنا دور على مستوى رسم السياسات في مجال مكافحة المحضرات وبالمناسبة إحنا صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالوقت يعني بتنصيق مع جامعة الدول العربية إحنا بنقوم بإعداد خطة عربية موحدة في مجال مكافحة المحضرات إن شاء الله يتم الإعلان عنها في مطلع العام المصادر بتقوم حاليا مصر من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بإعداد هذه الخطة بالتعاون مع جامعة الدول العربية شكرا جزيلا دكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة اتضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي